سرطانة السادي هو يعد أبرز مسبب للوفيات من السرطان في العالم. أعراض سرطانة السادي هي ألم مستمر في السادي انتفاخ تحت الإبد إفرازات دموية من السادي تغير في شكل وحجم السادي ظهور إحمرار أو يشبه الجلد المجهد على سطح السادي لكن اتخاذ بعض الخطوات يمكن أن يكون عاملاً مؤسراً في دقليل إصابتك بسرطانة السادي لا شيء يمكنه أن يضمن عدم الإصابة بسرطانة السادي ولكن هناك العديد من الخطوات يمكن اتخاذها للحد من خطر الإصابة به هي المحافظة على وزن سليم اسألي طبيبك عن ما يتعلق بتناول الإسبيرين تجنب العلاجات الهرمونية الطويلة الأمد الاكثار من الاستهلاك من زيت الزيتون ممارسة النشاط البدني الرياضي بانتظام الإقلاع الفوري عن التدخين تناول الأطعمة غنية بالألياف الغذائية 96% من النساء اللواتي اكتشفنا المرض مبكراً لتخلصنا من المرض نهائياً خلال 5 سنوات ويعتبر الكشف المبكر ضروري جداً للحصول على علاج فعال وتجنب الإصابة بالمرض لذلك فإنه من الضروري إجراء فحوصات الكشف المبكر بانتظامه قبل ثوات الأولى وكما أن الطبيب سوف يعلمك كيفية إجراء الفحص الذاتي للتمكن من الكشف عن موجود أي شيء غير طبيعي ونقلها فوراً إلى الطبيب لا تترددي فصحتك الآن أمان وكيمان المتابعة والفحصة الطبية الدائم تسعدي بحياتك وأسرتك ترجمة نانسي قنقر